احد اسباب عشقنا للانيمي هو القتالات الاكشن الذي يجعل الدم في العروق يتسارع بشكل جنوني يجعل رشة الادرينالين النشوة تصل لعقولنا بعد تلك القتالات فعلا هي تعقيم للعين والبصر لا يمكنني تخيل صناعة الانيمي دون المعارك الملحمية حيث كل طرف يضع كل معتقداته كافة ايمانة على المحك فقط لاجل ذلك النصر الذي سيحدد كل شيء لا يهم من على حق لا يهم من على خطأ لان الفائز نهاية القتال والذي يحدد الصواب من عدمه وهو واحد من اعظم القتالات بنظري وقتال اسحاق نيتيرو ضد ملك النمل ميريوم من انيمي ومانغا هانتر هانتر وما يجعل منه اهم قتال في القصة انه ضد اقوى خصم فيها شخصية ميريوم والمختلف هنا ان الشخص الذي واجهه لم يكن جون بطل القصة مثل معظم الانيميات الاخرى اما البشرية وذلك العجوز الذي رأيناه في اول مرة في اختبار الصيادين شخص لم نتوقع منه اي شيء او بالاحرى لم نتوقع ان له هذه الاهمية الكبيرة في الاحداث رغم اننا عرفنا مكانته العظيمة كرئيس لمنظمة الصيادين لكن من النظر التي نأخذها عنه فهو عجوز قوي رأى من الحياة الكثير من تصرفاته التي قد تبدو طفوليا نوعا ما لأول مرة نستنتج رؤيته لقدرات ومواهب الجيل الجديد وامكانياتهم ورغبته في الاحتكاك بهم وحسب علوم الادارة والتسيير فنحن امام مدير حكيم يعرف كيفية تشجيع الجيل الجديد وتحميسهم بنفس الوقت حسب ما سيظهر لنا لاحقا فهو يعرف اختيار الاشخاص المناسبين في المكان المناسب ما حافظ على هيمنة وقوة جمعية الصيادين وابرز مثال حي على ما قلناه هو اختياره الحكيم للطاقم المشارك في مهمة ابادة نمل الكاميرا نيتيرو ليس مجرد شخصية قوية فقط بل هو اداري ناجح قدوة لكل شخص تحته وفي الجهة المقابلة لدينا ميريوم ملك النمل قمة التطور لجنس نمل الكاميرا مخلوق قد ولد اليسود فوق كافة المخلوقات الاخرى نظرته للبشر احتقارية بالكامل اذ يراهم كمجرد علف ويرى ان دورهم في الحياة قد ولوا فما احلوه بهذا الكوكب ليس سوى الخراب وقتل بعضهم البعض ميريوم هو مخلوق من جنس مغاير للبشر فرضت عليه الطبيعة والبيولوجيا كرههم والرغبة في محوهم وهاجعلهم عبيد كي يظهر لهم ان جنس نمل الكاميرا هو المهيم الآن مثال حين لنظرية التطور لتشارلز داروين يجعلنا كمشاهدين نطرح السؤال الى متى سيبقى العرق البشري هو المهيم ورأس سلسلة الغدائية قدرات الملك الادارية لم تظهر بشكل جيد نوعا ما لكن فهو من النوع الدكتاتوري المتشدد الذي يجعل قراراته فوق اي نقاش من النوع الذي لا يستمع لمن هم تحته في هرم السلطة وهذا لطبيعة مخلوقات نمل الكاميرا التي يعمل فيها القاع لاجل رأس الهرم العظيم في قتالات هانتر هانتر انها ليست مجرد قتالات فقط لان هذا خير ضد شر فهي قتالات معتقدات حيات كل شخصية موضوعة فيها على المحك خصوصا في ارك النمل الذي يمكننا ان نسميه بارك اما نحن او هم هذا القتال يخفي في طياته اكثر مما يبدو لك في اول وهلة واتذكر جيدا صدور حلقاته بشكل اسبوعي وكيف كان يهز الساحة عدت هانتر هانتر عدة مرات في كل مرة كنت اكتشف في معركة نيترو وملك النمل اشياء جديدة لم الحظها من اول مشاهدة فهذا ليس مجرد سراع عادي بل سراع ايديولوجيات سراع افكار سراع نجاة سراع بقاء سراع لمحاولة فهم الطرف الاخر فالمختلف كثيرا في هذا القتال انه لم يكن مجرد استعراض للتقنيات بل اشبه بمعركة شطرنج بين لاعبين كل هجمة عبارة عن حركة تحاول الاقتراب فيها اكثر من ملك خصمك لتقطع رأسه وخلال القتال على كل واحد منهما ان يقيس قدرات خصمه كي لا يحصل اي سوء تقدير بنفس الوقت كي لا يمنح اي افضلية تقلب الوضع رأس على عقب كل حركة ومهما بذت عشوائية من كل الطرفين مدروسة تماما عبر محاولة البحث عن اصغر تغرى وبنفس الوقت تحليل نمط دفاع وهجوم الخصم القتال كان جسدي لكنه ذهني بالدرجة الاولى فداخل عقل كل من ميريوم ونيتيرو كانت هناك معارك شطرنج طاحنة فعليا طاحنة فنيتيرو كان معزز بخبرة الزمن الطويل الذي عاشه وميريوم معزز بجيناته الفائقة بالاضافة الى خبرته في القونغي ضد كوموغي التي علمته الا يرخي حذره امام البشر بتاتا هذه الرمزية والتحليلات التي كانت في القتال تعرفنا اكثر عن طبيعة عالم هانتر الاهمية الكبيرة للتحليل والدكاء خلال المعركة على الاكس من عدد كبير من انيميات شونيل اخرى التي تكون مجرد تجريب عشوائي للتقنيات فالقتالات هنا هي بوابة لمعرفة نفسيات الشخصيات وطبيعتها الحقيقية وفهمها اكثر واكثر فالعجيب هنا ان هناك تضاد غريب في طبيعة الشخصيتين نيتيرو قد ولد كبشري محدود القدرات فوق هذا محدود العمر فنحن جنس فرداني كل حياته الخاصة كل يسعى للحصول على قوته وعليه العمل بجد بنفسه ان يبدأ من القاع حتى يصل القمة حيث ان نيتيرو افنى حياته كلها لاجل ان يكون ممثل بشرية في هذه اللحظة اما ملك النمل فحرفيا قد ولد في القمة كسقف القوة من بني جنسه بل كسقف القوة في السلسلة كاملة لكن النمط التطوري لنمل الكاميرا موجود كله لخدمة شخص واحد وهو ميريوم يمكنني ان اشبه هذا القتال بسراع بين ملك ولد وجد نفسه في قمة السلطة دون ان يفعل اي شيء وعبد من قاع رعاع القوم عليه النهوض والقيام بثورة هذا القتال لم يكن متكافئ وعادل من الدقيقة الاولى الكل الفرد هو ما يمكننا ان نصف به نمل الكاميرا فكلهم يعيشون لاجل ملك النمل ولان يقودهم للسيطرة والهيمنة والفرد للكل هو الوصف المناسب للبشر فعينات بسيطة من البشر هم من سيواجهون هذا العدو الجديد وهم يعرفون ان فرصة النجاة شبه معدومة من بينهم كان نيتيرو وكل من الجنسين مستعد للتضحية بنفسه لاجل قضاء على خصمه لاجل بقاء النوع لألا الملك في بعض اللحظات اظهر احترامه لقوة البشر عرف ان بعضهم لا يستحقون الموت لكن رغم ذلك كانت يجعلهم مجرد خنازير في مزرعة اما نيتيرو ومن اعماقه كان يحتقر هذه النملة هذه الحشرة التي تصعد في السلم الهرمي ترغب في اخذ مكانة البشر نظرة نيتيرو للنمل كانت احتقارية بالكامل وقد ظهر هذا في عدة مرات كان يستخدم فيها مصطلح نملة بطريقة دونية مستفزة احتقارية يمكنني ان اصف شخصية هذا الاخير بانه اقرب للرهبان البوديين الناس التي تتخلى عن الحياة المادية في سبيل التنوير تسلق طريق الزهد لاجل بلوغ السكينة الفرق ان نيتيرو قد قرر ان يتخلى عن ملدات الحياة ان يسلق طريق الزهد في سبيل بلوغ القوة الحقيقية نيتيرو اراد ان يعرف الى اي حدود يمكن للانسان الوصول وفي الفلاشباك الخاص به رأينا وهو يعتزل الناس في اواسط الاربعينات يقوم بعشر الاف لكمة في تمانية عشر ساعة لتصير في نهاية فترة التدريب مجرد ساعة واحدة ما جعل قدراته سرعته بالتحديد تتجاوز سرعة الصوت نيتيرو كشخصية يمثل طمع البشرية الشديد في القوة الرغبة في ان نكون افضل لكن طوال حياته التي ناهزت القرن من الزمن لم يجد اي شخص يمكنه ان يستخدم كافة قوته ضده ان يجابها وبعدما وصل القوة المطلقة وصل لما هو اشبه بالعزلة عندما تقف في القمة وحيد ستسأل نفسك ما السبب الذي جعلك تحصل على كافة هذه القوة من اساسه لماذا كنت تفعل كافة هذا من البداية من نفع من القوة المطلقة ما لم يوجد خصوم يمكنك ان تستخدمها ضدهم فاسباب نيتيرو كانت بسيطة للغاية كي يواجه ناس اقوى منه كي يظهر للعالم ما عنده لكي يظهر ذاته الحقيقية في ساحة المعركة المكان الذي ضحى بكل ماديات الحياة لاجله لكي يعرف فعلا اجابة سؤاله الازلي هل هو الاقوى ام لا السبب ببساطة ان يوضع كانسان على الحافة وعلى المحك لذلك فالشعور الذي اعترى اثناء قتال الملك هو الامتنان الامتنان لانه عاش طويلا لاجل هذه اللحظة الامتنان لان نمى الكاميرا قد بلغ من التطور ليصل للملك ميريوم الامتنان للقوة المطلقة للملك التي سوف تجعل نيتيرو يتجاوز حدوده انها فعلا اجوز مهوس بالقتال فوقها مهوس بان يتجاوز الحدود يظهر كافة ما لديه وهو ممتن لكل لحظة ستجعل من موته في ساحة المعركة ممكن فخوف نيتيرو الاكبر مما لا شك فيه انه يمكن ان يموت وهو مستلقي على سريره ضعيف واهن عجوز لكن حصل على مجده الاكبر وهو ممتن بطل شهيد في سبيل البشرية جمعه فنتيرو لم يكن مستعد بتاتا للحوار مع ميريوم والتفاهم معه إذ يرى كتهديد يجب محوه ولو عنى ذلك تخلي عن حياته بل انه اتى عازم على الموت نيتيرو لم يأتي للقتال بقدر ما اتى لمهمة اغتيال وهو يعرف ما ينتظره تماما اكثر ما يقدره نيتيرو في البشرية هو القدرة على التطور على تجاوز الصعاب لذلك فهو مملوء ايضا بالانتماء والفخر لانه قد ولد بشري الشيء المضحك في هذا القتال ان النملة المخلوق الذي من المفترض انه غير متحضر هو من لجأ للغة الحوار بينما البشري المتطور هو من لجأ للغة العنف وما ان عرف انه لن يستطيع هزيمة الملك لجأ لاستخدام بطاقة اسم الملك اسقاط واضح على طبيعتنا البشرية واننا لا نقبل لغة الحوار الا عندما نحشر في الزاوية نعرف اننا غير اقوياء كفاية لنهزم خصومنا ونمحقهم نيتيرو يجسد كافة ما هو بشري سواء كان جيد ام سيء فقد جسد الانانية التامة برغبته في قتال شخص يفوقه قوة واضعا مسير البشرية على المحق وبنفس الوقت جسد التضحية والايثار بعدم تردده في تفعيل زهرة الرجل فقير بعد استخدامه كافة قوته شخصية تجسد كل التناقض الموجود في الدات البشرية فرغم اننا كبشر فعليا مخلوقات ضعيفة لو وضعتنا امام النمور الفيلة والاسود وغيرها من الحيوانات سوف نكون مجرد وجبة عشاء اخرى لكننا الجنس المهيم بفضل الذكاء الذي نمتلكه بفضل قدرات تكنولوجية التي تجعلنا نصنع الاسلحة الاسلحة التي تتسبب في الضمار في التشرد في الفقر وغيرها من الكوارث بعد خسارة نيتيرو المعركة الذي كان هو الطبيعي في قتال جسدي بين بشري وحيوان اقوى منه او بالاحرى حشرة لجأ نيتيرو لزهرة الرجل الفقير قنبلة يستخدمها الدكتاتوريون هذه القنبلة اخذت حيوات الملايين من الاشخاص كانت السبب الذي انقذهم ايضا من ملك النمل انه تناقض اخر عرضه توغاشي بشكل اقل ما يقال عنه انه ماكر وخبيت فالاسلحة التي طورناها وصنعناها بداية الامر التي كان من المفترض ان نستخدمها لحماية انفسنا باتت في واقعنا المعاش اليوم اسلحة نمحق بها بعضنا البعض سهرة الرجل الفقير كانت خير خاتمة لشخصية اسحاق نيتيرو لقد اظهرته في النهاية على طبيعته بشري سيفعل المستحيل لاجل النجاة ليس نجاة الخاصة فقط بل لاجل نجاة النوع ككل ميريوم في الجهة المقابلة اشبه بطفل في طور التعلم طفل لا يزال يكون قناعاته الخاصة يغير من افكار عبر اكتسابه للخبرات والتجارب في اول ظهور له كان عبارة عن وحش حاقد على البشر يقضي عليهم ليس لاجل الغداء او لاجل اشباع جوعه بل للمتعة لانه ببساطة يستطيع ويرغب في ان يظهر تفوقه نفس السبب الذي جعله يواجع باقرة البشر في العاب مختلفة لم يخسر سوى ضد الفتاة الضريرة كوموغي والتي تعتبر جزء مهم للغاية من قتال ميريوم ونتيرو فهي من جعلت الملك يعرف ان البشر عندما يوضعون على المحك يتحولون لوخوش كاسرة من المستحيل ان تخسر فكل لعبة بالنسبة لكوموغي كانت لعبة حياة او موت بسبب اللعب ضدها زاد ذكاء الملك وقدراته التحليلية بشكل مهود ودونه لم يكن ليستطيع ان يتجاوز ويقرأ هجمات نيتيرو التي تجاوزت سرعة الصوت هذا القتال اكد كذلك للملك الرعب الحقيقي للبشر جعله يخاف لاول مرة ويفهم السبب الذي جعل هذا الجنس الضعيف عديم الفرو والحراشف يهيمن على العالم فهناك سبب كبير لرغبة ميريوم في معرفة اسمه وقبوله القتال فقط عندما استخدم نيتيرو هذا كورقة ضغط فميريوم يرى ان النمل مخلوقات اسمه لكنه لم يمتلك لهذه اللحظة اسم ما جعله مجرد ملك فقط مجرد شخص محظوظ شاءت الصدق ان يقف على قمة بني جنسه لم يكون شخصيته بالكامل لا زال في طور التعلم ان حاجته لاسم تعكس حاجته لهوية لكي يعرف نفسه بها للغير ليس فقط ملك النمل بل ميريوم الشخص دوافع ميريوم كانت مختلفة تماما عن نيتيرو فقد قاتل لاجل ان يكتسب حقه في ابسط حقوق الحياة مجرد اسم فهذا القتال دوافعه انانية محضة ليس بقتال خير ضد شر لان وجهة نظر كل من الطرفين صحيحة نيتيرو امتلك القدرة على استخدام القنبلة من البداية لكن رغبته فيه خوض معركة تجعله يصل حافة كانت اقوى بكثير من تفكيره في مستقبل البشرية ميريوم الذي كان بوسعه ان يقتل نيتيرو في عدة مرات لم يفعل فقط لكي يعرف ما هو اسمه حقا ميريوم يقاتل لكي لا يقتل خصمه لكي يستخرج المعلومة من نيتيرو بينما هذا الاخير يقاتل وهو يعلم ان لا خيار اخر امامه غير موت الملك المتجبر الذي يواجهه قتال كله انانية ودوافع شخصية من الصعب ملاحظتها عند المشاهدة الاولى قتال كله تناقضات بين الشخصيتين الكاتب طوغاشي وضع رمزية عبقرية وهي تحول الانسان لوحش وتحول الوحش لانسان فقد كان هذا القتال شاهد على ملحمة حصول ميريوم على اسمه حصوله على صفة الانسانية لذا انه عبر القتال اظهر الاحترام للخصم رغب في الحوار اراد انهاء الامر بسرعة ليعود لكوموغي في جهة اخرى فقون قد تخلى عن انسانية تماما في سبيل الانتقام استاذكه الغضب العارم كل هذا ولم يلتقي اي منهما بالاخر ما جعلني اعجب كثيرا بالجوانب الرمزية الخفية التي لم الاحظها عند اول مشاهدة غون لم يكن بالنج والقوة الكافية التي تسمح لشخص مثله ان يخوض هذا القتال لذلك اختار الكاتب نترو ايضا هذا القتال قد اظهر لنا سقف القوة في العمل الذي من الصعب ان تصل اي شخصيات لاحقا السبب كي يريك توغاشي ويظهر لك القدرات الكاملة للنين بنفس الوقت يجعلك تنتظر قتالات مماثلة في المستقبل ولا تسحب على ام القصة فقتالات مثل هذه تجعلك تدخل مع الشخصيات في معتقداتها تجعلك ترى ان كل نقطة من حياتها قادتها لهذا الحدث المصاري ليس العظيم في هذه المعمعة هو مستوى القوة الجنوني الذي لم نره قط في هانتر هانتر لا التقنيات المستخدمة وحتى طريقة تحليل الخصم بل كيف ان شخصين مختلفين تماما كل منهما يقاتل لاجل غاياته الخاصة كل منهما يقاتل بطريقته الخاصة كل منهما مصير جنس كامل موضوع على عاتقه مثل هذه القتالات هذه اللحظات هي ما جعلت من هانتر هانتر تحفى في تصنيف الشونين من النادر ان تجد متيل لها